إذن ما في شك أنه الفيدرالي كان هوكش مقارنة بشهر مايو وكان هوكش أكثر بكثير مما كان يتوقعه السوق هذا رغم أنه أرقام التدخم أظهرت تحسن فلماذا برأيك كان الفيدرالي متحفظ في توقعاته يوم أمس؟ يمكن التحفظ ده كان سبب الرئيسي الموجود لي أن الفيدرالي أمريكي بينظر الموضوع بحرص جدا كبير وخصوصا من معدلات التدخم وده الأمر اللي كان مفروض يعمله من فترة طويلة وخصوصا أنه ما كانش محتاج أنه يقدم أي نوع من أنواع تقليل سحب الأصول المالية أو ما يسمى بالكيوتي خلال اللي عمله بصورة كبيرة الاجتماع الماضي فلو بصنا على السياق اللي حصل في الأسواق ما بين يوم الجمعة أرقام توظيف جدا كويسة هتكبر الفيدرالي الأمريكي أنه يشدد بصورة كبيرة وأرقام التدخم التي جاءت إيجابية بصورة ملفتة فالفيدرالي الأمريكي لما سؤل على الرقم الثاني وهو رقم التدخم فأشار أنه نعم في ناس تقدر تغير التوقعات الخاصة بها ولكن معظم النسبة بتغيرش بصورة كبيرة فأنا شايف أن الفيدرالي الأمريكي سعر أن ده رقم واحد وليس رقم واحد جيد ده رقم واحد جيد يعني يكون عندنا مرتين من الأخبار الجيدة ما ننساش أنه نعم دوتة شارت أظهرت لنا خفض واحد للفيدة خلال هذا العام ولكن كان في انقسام تمانية مع خفض واحد وخمسة مع خفضين للفيدة وده النقطة اللي جيرون باول كان فهمها بصورة كبيرة عشان كده أعتقد أن أقوى حاجة حصلت في اجتماع السياسة النقدية يوم أمس هو التوازن والهدوء وعدم التحمق الحماس بصورة كبيرة متى ما حصل في ديسمبر من العام الماضي كان حماس هائل جدا كبير ولو بصينا على أرقام التدخم في الولايات المتحدة الأمريكية على كل المحاور هنقدر نشوف أن احنا آخر ثلاث شهوة أو آخر ثلاث شهوة بصورة كبيرة عندها نوع من أنواع السبات الستيكنس اللي موجودة بالضبط لماذا السوق هم يسعر خفضين للفائدة هذا العام؟ يمكن النقطة المهمة بالنسبة للأسواق أن الأسواق بتسعر أن الفيدرالي الأمريكي لن يضغط على الاقتصاد حتى يوصله لمرحلة الركود وأنه هو هيستعجل بما يسمى بالسوفت لاندين ودي كانت ناريتف مهمة جدا خلال الفترة الماضية ما ينساش أيضا أن احنا لو هنمشي وراء توقعات الأسواق فتوقعات الأسواق دايما وأبدا كان فيها نوع من أنواع التفاؤل بالنسبة لخفض الفائدة خلال الفترة الماضية ولكن التوقعات دي هذه المرة ليست بعيدة لأن احنا عندنا خمس أعضاء في الفيدرالي الأمريكي متوقعين خفضين في الفائدة هل تتوقع داونورد تريند للتدخم من الآن فصاعدا؟ التدخم لن تكون سهلة وشايف أن المستويات الطبيعية للتدخم هتكون أعلى من كده بصورة واضحة ودي الفيدرالي عامل حسابها بصورة كبيرة وخصوصا لما تكلمنا على التوقعات الخاصة بأنه يرفع توقعاته للتدخم ويسبب توقعاته للنمو هذه التوليفة توليفة أن التدخم الرحلة معه مش هتكون سهلة على الإطلاق وعمره ما كانت سهلة الفيدرالي أمريكي يفضل دايما وأبدا مواجهة الركود عن التدخم نعم هنا أيضا إشارة أن الدوت بلوت أظهر بالنسبة لعام عشرين خمسة وعشرين مئة نقطة أساس من الخفض مقارنة مع خمسة وسبعين في الدوت بلوت في مايو طيب لآن نتحدث عن سيناريو هاير فور لونجر بالنسبة لأسعار الفائدة إلى أي مدى يمكن للشركات تحمل أسعار فائدة عالية؟ يمكن دي توليفة جدا مهمة لأنه يجب أن يتم التركيز على أسواق الأسهم بتسعر أمرين بتسعر الأمر الأول وهو المستهلك الأمريكي ووضع المستهلك الأمريكي وهو وضع جدا جيد أيضا فيه نوع من أنواع الإيجابية الجاية من أخبار الإي آي بالنسبة للتأثير السلبي فيمكن أنا بميل لتصريح رولي لوجن اللي قالته خلال الفترة الماضية قبل مرحلة البلاكاوت لما قالت أن التأثير السلبي لمعدلات الفائدة المرتفعة لن يكون مثل السابق وده حاجة جدا مهمة لأن الإقصادة الأمريكي دلوقتي أقوى بصورة واضحة وكان عندنا مستويات من النشاطة الإقصادي غير مسبوقة فالفائدة المرتفعة دلوقتي قد تساوي الفائدة التي كانت 2.5 أو 3% فبالتالي حتى لو بصنا على توقعات الفيدرالي الأمريكي وتوقعات الأسوأ للفائدة بعد سنتين فهي عند مستويات 2.8 أو 3% والتضخم ليس عند مستويات 2% كما يتكلمون عليها بصورة كبيرة فأعتقد أن التأثير السلبي لهذه المعدلات سيكون مخفض لأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية جيد ومقابلين على نصف الانتخابات وأيضا فيه أمر آخر كل ده الأسواق لا تسعر أي نوع من النوع المخاطر الجيوسياسية أو السيستماتيك ريسك اللي ممكن يحصل عندنا وأنا بقلل من احتمالية السيستماتيك ريسك أو أن المخاطر تحصل زي أزمة البنوك السنة الماضية ولكن دلوقتي الفيدرالي الأمريكي قضع على أزمة البنوك بـ 300 مليار خرجهم من بالانشيت فأي سيستماتيك ريسك الفيدرالي الأمريكي قرد أكتر من تريليون وربع من الأموال فعنده مساحة أنه يتحرك ويواجه أي سيستماتيك ريسك موجود وده يمكن أشار له في المؤتمر الصحفي يوم أمس ما تساءل على الفوائد المرتفعة وتأثيرها على الرهون العقارية نعم وليد طبعا هذا حديث مطول خلينا نتحدث عن كيف تشوف تحرك الذهب والدولار في الفترة المقبلة يمكن الدولار عليه نوع من أنواع التباين لأن توقعات المستثمرين الموجودة نشوف نتحرك أكثر على وقع أرقام التضخم من الفيدرالي صح؟ دي نقطة جدا ممتازة لو بصنا على اللي حصل يوم الجمعة التحرك اللي حصل يوم الجمعة مع أخبار التوظيف التحرك اللي حصل مبارح مع أخبار التضخم والتحرك الزغير اللي حصل مع أخبار الفيدرالي الأمريكي نقدر أننا نقول أن الأسواق بتسعر مسبقا تحركات الفيدرالي الأمريكي نقدر نقول بعد كريستين لاجاردي الاجتماع الأخير وتخفيض الفايدة وإشارتها أنها ستعود مرة أخرى لما يسمى بالاعتماد على الأرقام الاقتصادية أعتقد أن الدولار سيكون في حالة من حالات الضعف باستثناء اللي ينا الياباني اللي ينا الياباني هو ده ما زال بالنسبة لنا ضعيف لغاية دولة لأننا مركز الياباني على الرغم أنه متوقع أنه غدا يناقش نوع من أنواع التقليل أو ما يسمى بالتابرينج اللي موجود عندنا وفيه توقعات أنه يرفع الفايدة مرتين ولكنه في كل مرة كان بيعمل أي نوع من أنواع التشديد كان بيشير إلى أن السياسة مازالت تحفيزية بالإضافة لضغط الكاري تريد اللي موجود عندنا اللي بيستفيدوا من فرق الفايدة اللي موجود فأعتقد الدولار الأمريكي قوي أمام الياباني بعض الشيء أمام الفرنك متبين أمام البقية وخصوصا أمام العملات السلعية لو خد الدعم من ارتفاع المعادن الصناعية اللي موجودة عندنا بالنسبة للدهب فالوضع بالنسبة لي أشايف أنه هو وضع فيه نوع من أنواع الاستقرار في ظل أن ما فيش عندنا اضطرابات جيو سياسية الدهب هيفقد المستوية الألفين دولار في حالة أننا نتأكد من ما يسمى soft landing أو حصل أي نوع من أنواع الاستقرارات الجيو سياسية ولم يتم تصعيدها أو حصل نوع من أنواع systematic risk والفيدرالي الأمريكي عرف أنه يتعامل معه بصورة كبيرة أخيرا خلينا نتحدث عن الأكوتي ضبابية سياسية شفناها بأوروبا انفلوس قرب أعلى مستوياتها على وول ستريت مستويات قياسية أيضا والمركزي بدأ يخفض أسعار الفائدة نحن كمستثمرين كيف لازم نتمركز؟ أنا شايف الوضع بسيط جدا بالنسبة للمستثمرين الموجودين في السوق من قبل بداية العام أو حتى مع بداية هذا العام فأنا شايف أن النوع من أنواع المنتننس جاني أرباح هو ده أحسن حاجة تتعمل خلي السوق يعمل شغله لأنه أنت قريدي عملت شغلك لأنه إحنا مش في رالي بتاعي مبارح إحنا في رالي بقالنا عشرين شهر في الأسهم الأمريكية أنا شايف أن القيادية وخصوصا يعني لو هتكلم عن الأسهم معينة ما زلت شايف البنوك بعض أسهم المستهلكين وإن كنت بتخوف منها بصورة كبيرة ترند الإي آي لن يتوقف بأي شكل من الأشكال وشايف أنه هو مستمر للغاية دلوقتي وشايف القيادية داكس الألماني الاسم بي فايف هندرد الناس داك كل اللي احنا محتاجين نعمله مانتننس بصورة كبيرة للبوزيشنز الموجودة ولا تحاول أن تتوقع القمة لأن احنا النهاردة بنتكلم على أن الناس داك 19.500 ما فيش أكتر متفائل من المتفائلين كان يتوقعوا وصول لهذه المستويات فكل اللي أنت بتعمله أنت لازم أنت تحاول أنت تكون مارن مع السوق ولكن طول ما الأسوق قاعدة بتحققها قمة تاريخية أنت مش محتاجين أنت تعمل حاجة طب اللي بره السوق استفيد من الفايدة المرتفعة استفيد من الفايدة المرتفعة إلى أن يكون لديك فرصة جيدة في السوق والابتعاد عن الاندفاع في الفرص الموجودة اللي هي تحت مسمى أسهم رخيصة من السهم دا رخيصة مثلا زي فايزر فايزر سهم رخيص صحيح زي بعض الأسهم زي الأسهم الصينية شفنا محاولة جيدة للارتفاع ولكنها فشلت سريعا فالفكرة أن ما تحاولش أن أنت تخاطر في أماكن أخرى خاطر في الأسواق اللي ممكن تكون كويسة بصورة كبيرة لما يحصل عليها دسكاونت حاجة كده زي اللي حصل معنا السنة اللي فاتت في البنوك ولكن بصورة عامة لما نركز على الانتري بوينت الرخيصة بالزبط دي أسوأ حاجة ممكن تعمل لأن تتدور على الأصول الرخيصة لأنها رخيصة لسبب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر